مع كل الأحباب اللي بتواصلوا معنا عبر هذا الصباح وصلنا لفقرة الرياضة وأبرز الأخبار الرياضية عبر الزبيل والصحفي ومدعوض صباح الخير صباح الخير مونة، صباح الخير حسام، صباح الخير على مشاهدي الشرق أنا بيك ونبدأ مباشرة من المريخ نادي الأحمر وحديث عن تكثيف الاتصالات بمدافع أهل شندي أمجد إسماعيل نعم الفترة الماضية اتصالات كثيرة جدا من قبل إدارة نادي المريخ والاتصالات بغودة رئيس النادي آدم السلاكال بنفسه أمجد من اللاعبين المتميزين في أهل شندي وقدم أداء متميز خلال المواصم الماضية لكن برضو في مشكلة يعني أي لاعب بيجي من أهل شندي لهلال مريخ في الفترة الأخيرة ما بينجح في شكل كبير لم ينجح فارس في الهنال؟ نعم والله نوعا ما بوي نوعا ما، دين ما كانوا مخزانين أساسا من زمن صلاح إدريس لكن حتى اللاعب الجو بأسيروا بمبة في المريخ لم ينجح مايكل آيزيك برضو لم ينجح في المريخ وعدد كبير من اللاعبين فأفتكر بأنه يعني هو أمجد دائب مميز لكن في صير كبير جدا بعدم توفق لعبي أهل شندي في القمة فدي حاجة زاتا يعني غريبة جدا أمجد لعب للمنتخبات الوطنية لعب للشباب للأولمبي مع أهل شندي في الفترة الأخيرة ما كان أساسي بشكل كبير نسبة لي اختلافه مع الإدارة بسبب المرتبات والحوافز ما أدى ليقافه وبشكل كبير يعني أهل شندي ما حي يجدد اللاعب دا وربما ينتقل للمريخ أو لنادي آخر في الفترة المقبلة نعم ممتاز طيب إحنا حن نستمر في الأحمر وأكرم الهادي لعب الحارس المرمى يعني فيه تلميحات لأنه حيعود مجددا إلى فريغ المريخ والله ايضا طبعا داك لهكي تغريب جدا يعني أفتكت يعني أكرم كوني يجي المريخ مرة تانية لاعب يعني صعب يعني هو كحار صعب أمر ما أكرم متميز لكن أكرم من تغريباً الفين و الفين و بح تلات عشر بح تلات عشر يعني أخلى المريخ مشى عدد من الأندية لم ننجح فيها مشى الرابطة كوستي الآن مع الأمل معروف يعني أكرم لاعب غير منضبط كله صراحة حارس مرمى متميز ما فيه أي كلام لكن على مستوى الانضباط حارس ما منضبط حارس يعني ما بيجي التمارين حارس غير غير مؤهل يعني لارتداء الشعار مرة أخرى يعني المريخ في حراسسي الآن متميزين جداً فيه على أبو عشرين حارس قامة حارس متميز حارس المنتخب الوطني الأول فكونك يا أدم سوداكال تفاوض أكرم حالياً أفتكرة يعني دي نقطة سوداجة كبيرة جداً لرئيس النادي ونصح الكلام دوي إنه أكرم حيجي المريخ يعني حتزداد المشاكل اللاعبين بالشكل كبير جداً أكرم على مستوى المنتخب الوطني برضو يعني فيه مشاكل كبيرة جداً مدربة السابق أكد بإنه يعني هو حارس متميز لكن غير منضبط فما عارف يعني اللاعب خلاك قبل سبع ثمانية مواسن تجيبه ثاني راجع بشني دي أرامات استفهامات كبيرة جداً إنت بتزعاد إنه يعني عندك منجدني اللاعب حارس صغير في السن عندك محمد المصطفى أيضاً حارس صغير في السن يعني لم يتجاوز الـ 22 عام جايب لك حارس يعني قرب للـ 40 سنة دي ذاتك يعني حاجات غريبة جداً بتحصل في كرة الغدم السودانية نذهب إلى سودكال أيضاً يؤكد إنه ملعب الأحمر حيكون جاهز واحدة من النقاط أيضاً في المريخ إنه محمد رشيد لم يتفق مع الأحمر إلى الآن وهناك حديثة عن عرض صعودي مع اللاعب أخرين نعم أول حاجة للملعب بتاع المريخ يعني شبه جهز ونتمنى يكون جهز لأنه خاشين على خريف ودائماً الملعب كان ممسكمه كبير جداً أرضية الملعب يعني نشاهدها قبل الفترة أرضية جيدة جداً لكن إلا للموسم القادم لأنه باحتبار الموسم الحالي يعني شبه انتهى في السودان في السودان بنسبة كبيرة جداً حمد الرشيد جاتوا اتصالات كبيرة جداً من عدد من الأندية سواء كان في الجزائر أو من نادي درجة تانية أو درجة أولا في الدور السعودي معروف إنه الأندية السعودية درجة ممتازة ما في لاعب سوداني بيقدر يلاعب فيها بالواضح كده قوميس لاعب المنتخب الفرنسي ولاعب ليون عدد كبير جداً من اللاعبين بلعب في القارة الأوروبية في أندية كبيرة جداً بتلعب في دور الأبطال بلعب في الدور السعودي يعني لاعبنا هناك يعني بالبلد كده ما بياكل عيش مع الناس دين إلا يلعب درجة أولا درجة تانية وأنا باحتور إنه يعني محمد الرشيد لاعب صدير في السن لاعب عنده مستقبل كبير جداً وهو فضل يعني إنه يعني يمشي إخوذ تجربة احترافية لكن لو أخذ له تجربة احترافية في الدور الدرجة الثانية أول أولا في السعودية ما بنجحها على مستوى الإمكانيات الفنية ما بتضيف له حاجة ربما أضافت له الملح لكن لو مشاش مال أفريقيا الدوري الجزائري ممكن تضيف له بشكل كبير جداً لأنه دوري متميز نجاحات أس كبيرة جداً لمحمد أفضل أحمان الغربال مع نادي أهل بجرجي بأوريك أقدم مستويات أهائلة جداً يعني ومحمد يعني جاته عدد من العروض سواء كان في من الوصل الإماراتية أو من فرنسا فأحتبر وإنه يعني الغرار في يد محمد الرشيد لأنه محمد الرشيد ذات ولاعب متطور من الناحية آداء الفني داخل الملعب وخارج الملعب على المستوى الآداء الأكاديمي يعني داعيب الآن يعني هو اللغات العربية اللغات الإنجليزية متميزة الآن بعمل في لغة فرنسية يعني ده تطور كبير جداً للاعب داعي نمشي لقدامه نعم طيب حرمشي نقفز الولايات حرمشي القضارف تحديداً وبعض الرياح يعني سببت في انهيار الأستاذ على القضارف نعم الجزء الجنوبي لأستاذ القضارف انهار بسبب اللمطارك كسيف التي هطلت بكتلك الولاية فحتقد بانه يعني يجب على الاتحاد تكون ذاته في نفرة من أهل القضارف لبناء هذا الجدار معروف انه استاذ القضارف من استاذات يعني وجدة غبول عجي جداً لاندية الممتاز على الرغم من انه يعني الأرضية العجب ما عجب صناعي عجب طبيعي العجب صناعي لكن برضو يعني الستاذ داير شوية بتاع التأهيل بشكل كبير حتى للموسم القادم ما الموسم الحالي لانه زي ما قلنا انه الموسم الحالي بتوقف شبه انتهى في كرفع فريد نعم نذهب موشطين الاتحاد كرة القدم وموظفو الاتحاد يلوحون بالإضراب والله طبعا القصة بتحت الإضراب اللي امادي كتير جدا والأمس الموظفو الاتحاد اكدوا بانه انهم ما حيعاودوا للعمل مرة أخرى نسبة لتأخر المرتبات والحوافز الفترة الماضية فصراحة يعني دي مشكلة كبيرة جدا ونتمنى من إدارة الاتحاد المالية يعني انتقف مع هؤلاء الموظفين يعني اللي يجزلوا مجهود كبير جدا والله صراحة في الفترات الماضية وطبعا يعني معروف انه يعني الظروف المالية للاتحاد على الرغم من ان الاتحاد استلب مبلغ ملتين رفين دولار في الأيام الماضية من الاتحاد الأفريقي كالدعم في جائحة كورونا الحالية نعم فأعتقد بين مبلغ ملتين ألف ممكن يخلل مشاكل كبيرة جدا للاتحاد في المرتبات في المتأخرات في الحوافز بيساعدهم شوية نسحب سريعا إلى الدوريات الأوروبية وأنا بدأ بالإنجليزي والليفربول وتحقيق فوز هدفين بيحتمل أنه يعني هي إيجابية له تعادل ليفربول بالأمس نعم نعم صراحة يعني نعم فريق متصدر وأفتكر أنه يعني الليفربول بغياب محمد صراح ظرة يتأثر في المباريات الماضية بالشكل كبير جدا يحتاج لي خمسة نغاط فقط بإنه يحسن البطولة الدوري لهذا الموسم وليفربول صراحة أمام الأندي اللي بلعب معه صراحة الصورة بيجد معاناة كبيرة جدا مدرب الألماني أكد بإنه المباراة القادمة حسن اللاعبين على تدارك تلك الأخطاء حتى يعني ينهي الدوري ليفربول تقريبا قرابة الثلاثين عام ما نال البطولة فأفتكر بأنه يعني لو نال هذا البطولة طولة هذا الموسم هيكون إنجاز كبير جدا برضو المباراة يعني المدرب الألماني يورغن كلوب عنده يعني سجل رغم غياسي بأنه في 11 مباراة لم ينهزم كأفضل مدرب يمر على على هذا النادي الأحمر الختام مع ريال مدريد ويتغلب على السويسيدات بهدفين مقابل هدف مش على الصراع الثنائي مع الضرشة نعم صراحة ريال مدريد بالأمس قدم مباراة رائعة جدا بنزيمة عاد للتحديث مرة أخرى ومعروف إنه سويسيدات من الأندية دايماً بيتغف يعني السج منع في أمام ريال مدريد المباراة يعني مجملة كانت مباراة أكثر من رائعة رامو السجل كعاتو بيقى هداف مدافع هداف لكن برضو أسيب ربما لم يشارك اللعب في المباراة المقبلة وأعتقد بأنه يعني السرابيغا قريب جداً من برشلونة على نيل البطولة لكن برضو يعني مباريات القادمة يعني صعبة لفريقاً سواء كام برشلونة أو ريال مدريد نعم شكراً محمد على هذا التحليل الرياضي وشكراً لوجودك معنا عبر صباحات شكراً جزيلاً نعم شكراً لكل مشاهدينا تتواصلوا معنا من خلال هزة الصباح واتهت فقرات اليوم الصباح والشروق أدن تيم وفريق جديد بإذن الله تعالى وفقرات جميلة شكراً حزائكم شكراً مونة تقبلوا أن التحية من فريق العمل لهذا اليوم مرة أخرى